سجل بطل العالم للفورمولا 1 لمرتين فرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن يوم أمس أسرع وقت ضمن فعاليات حصة التجارب الثانية التي انطلقت في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2023 في حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وسجل ألونسو أسرع زمن له تابعه بطل العالم مارتن ماكس فيرست تابن سائق فريق ريد بول رايسينغ بفارق 169 من 100 ثانية بينما جاء ثالثا سيرجيو بيريز زميله في الفريق فيما جاء شارلز لوكلير سائق فراري في المركز الرابع